كم رجعنا راكم تحس جديد للكلاسة بي ونكمل من السلسلة التعليمية إن شاء الله فارقش فانتش كايت أنهالت فيك هذا ما أخذنا اليوم نأخذ إن شاء الله عدنا 12 سؤال ومجابيهم أعيد إجابة المستوى الرابع ستة سلسلة بالنجاة عن المستوى الأول نبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم تشتوستامفر أغفار سوى زينت أبقنص متفلشة هاوزفيركون اوف تسفار فرحالتن مصنزيلشن أي بمعنى أنه عند الصدام عاطل هس أجيبنا شتوستامفر لي هو هذا ومكان أسفل الإطارات أنه مخفف الصدمات يكون خفف الصدمات ببسات بالطريق الوعية اللي هو هذا كذلك هاي الصراخ رائلة هذا الجديد ممستقدم أغضب الصر ما تشترون هذا هو مكانه صر أسفل العجلة مربطة الإطارات يخفف الصدمات شتوستامفر هنا نسؤال يقول إنه هو هذا مانع الصدمات أو مخفف الصدمات بسيارتك عاطل أو استخدم كثيرا شنية الاحتمالات أو الاعطال أو الأشياء اللي لازم تحسب الحساب برانزيك فيك فيرد لانكا هاي بمعنى أنه مسافة الوقوف تطول أثناء الضغط على دراس الفرامن إنه السيارة دس فارزوج كان باياس فايشن منوفيرن لايشت إنس شلويدر نكمن أي بمعنى إنه السيارة خلال الضغط أو خلال الاستدارة أو الانحراف السيارة راح أفقد السيطرة عليها راح آآ شلويدن أي بمعنى تنزلق دس فارزوج شرلاء لارت أو فونيبنن فاربان لايشت دي بوردن هفتر أي بمعنى إنه السيارة بالطريق الغير مستوية راح يكون عندها احتكاء قليل بالشارع من اللي جابت صحيح فيكنن زي فيستشتلن لاسن أوبتيشتوستن فارئ غفارت سويبس أبكنل سنر كيف أعرف إنه أو أتأكد إنه مخفف الصدمات عندي مستهلك طبعا هذا الشي نعرفه بالورشة ناخد سعر للورشة وفحصونها وهم راح يكونون هذا الشيء أو يقررون هذا الشيء نعم 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 فوتو ماخن وفير حالتن زي زي اش حالته اوسته باي اينم باكت بلاتس عام يعني الاسؤال يقول انه هريد اخذ عاني دا مدار ولا انه حالي مباري مشغول لانه هذا الموضع عاني ما هدغر يسع فخلنا اتأكد وارجعلكم بعد المراجعة والتدقيق انه لكت انه هالموضع ما ماخده وراح ارجعلك لكن الاسؤال هي معادة هذا جاوب نحسر قليل زي فانت ارم بكفير وونت اين اراني رومكس فوتو ماخن باكفير حالتن زي 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 يعني انه دا اقود مركبتي واجبني هالمنظر الحلو هريد اخذ صورة كيف طبعا اهنا ما مسموه لا توقف لانه شارع ضي او من خلال فضل انه راح اعيق حركات السيرات او المركبات والعجارات القادمة من الخلف ايش هالت ارست باي اين بارك بلاتس عام انه اتوقف اشوف اللي مكان توقف او محطط توقف بارك بلاتس بصموه نانا يعنم خلال موسيق عام نحن مكان خستر طرب الف الطرب او محطط توقف بي واجه اصبع شريد سوء سوء سي فعن هر مد انم اخن البرادن بلادنه این الخلال لارك بي سي بمركن دا سيح انتر ارن فارزيج اي كولونة جبليت حد جبالدت حد في فرحلتن سيح ايمان انه دا اقود مع السيارة الالكي في صغيرة الشاحنة صغيرة والسعر محمل بصورة كاملة وده اصير بصرعة منخفضة وخلفي بدا يتشكل ازدحام خفيف كيف راح اصرف احاول اتوقف على الجهة اليمنا واخلي الازدحام اول كولون يسمى باللغة الالمانية انه يطلع وضع بين اليوم �ر اصح aquzahl القولون ماTا أصحرا و رحل ون닉 أشاهدهم متيساة الامMs ابرو جات الموسيح الت punto وقل وضع القولون اتوقف بمكان مناسب دورت هناك يعني مو هنانا هناك في مكان ما انه اتوقف واخلي الكولون اللي هو الازدحام يعبرني يما يستمرون بالمسير واني اتوقف بوقت محدود حوق الصير اتوقف بسرعة مية كلمة بالساعة كيف راح تصرف يا اخي والله مجيوب هالسيلة الساعة جعلت الفيديوهات ما مكتوب هالموضوع ما مكتوب عندي انه دارسي وبسرعة مية كيلومتر بالساعة على اوتربوند كيف راح حصرف مثل ما نشوف الثلج والضباب والشارع الزلق فرا حمسك السكرم بكلتا اليدين فست خالتن اي بمعنى لازم بقوة وما اشتاز 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 انه امسك المقود او اعجاد القيادة بثنين ايديه قوي لو ما تنزلق اشتاز 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 كومن اي بمعنى انه مسافة توقف اثنان الضغط على الفرامل راح الطول لانه جليد اكيد راح تزحف السيارة تزحف وكذلك احتمال انه خلال لانه بالاختياز انا سوق مية يعني لازم اسوق مية وعشرين عامل اشتاز الالكي في لصعد السرعة مالتي. في احتمال من استدر او انحر في الجهة اليسار من اجل انه استدر راح سيارتي تنزلق. وتبدي بالدوران حوال نفسها. هو الدوران. ترى الالكي في فرمي كنت احتمال التوالي قدامي او الشاحنة امامي. انه هات تبدو بالنزل قد دوران. قد اشتغل الاتف ، فى الـيقوي من الول توان الوان في المحوظ الوان الثالثي بابونا الكريم المحوظ انه يكونوا رؤية في اللعين ، انه القوة عن شريط وصف النوت ، او انه حسابي ، مجرد اختار الواد من النفق مغلقه بص الشليس نزيده غاوس شنو راح تتوقعه انه النفقه ينسلت الوقت قصير بعدين راح نفتحته ينغلق الوقت قصير ينغلق الوقت قصير على ساعة من الوتربان في الكارس فونك في الكارس فونك اكون ايضاعة مخصصة ايضاعة مخصصة فقط للمرور هون تصفد تالي شتوك فرينين انه ده قطعة الاوتوبان بالراديو اسماع هو مو شرط رات راحتمل سماعة موجودة على الشارع او علامة موجودة اشارة ضوئية اسمع انه قطعة تالي شتك يعني شتك قطعة امامي من النفق هناك يكون شاحنة يعني انتو ما لمسرحة هادث او شي هون هون كنتي ولاي بمعنى ضوء الاحمر اشتغل او سحب الانذار او سكلو استطاعي بمعنى سحب او فتح الانذار كيف راح الصرف كنت بالخط المنتصف او باليمين اميل الجهة اليمين اميل الجهة الاسر بحث المجال بالنصف الخالي لساعة الاسعاف والاضفاء او الشرطة او الشرطة او الشرطة او الشرطة القناة وهذا الاشعار طبعا هو ليشجعني هنا ما طلع المساحة التسجيل لكنها طلعها عايشة ايدك اخويا ما قصيت لعلم استفادت منك استمر بفعل الخير طبعا شكرا اليك والتعليقة لان هذا يخلينا استمر ويطيني الحافز انو اسجل مزيد من الفيديوهات حيثم 77 وانا شكرا لانه اده تابعني اده تابع الدروس واتمنى لك المرفقية والنجاح ان شاء الله زي فارن هيرمت ارن بيكا في في فرهالتن زي زي شان دا قود هنا اونا مع السيارتي كيف راح الصرف راح اصير على الجهة اليمينة لكن مو على البنكتة البنكتة اللي هي هاي الحافز اذا صرت هنا انا راح انقلب فاسر على الجهة اليمينة واخفيف بعد كون على مناج انه ما انزلق كذلك اقود على حالب زي شت ليش او الامارة لانه عندنا الشارع الضيق نقلب 3 متعة ونصف فهذا حالب زي شت احنا قلنا قفار زي شت اذا كانوا اشخاص مناطق عبور المشاة مناطق عبور دراجات مناطق عبور دراجات مناطق عبور تاجد الاطفال المدعى الريس قفار زي شت والهارت زي شت اذا كان الشارع مع القيقن في القيقر اي بمعنى ذهب وياب وكان الشارع اقل من 3 متعة ونصف وقلنا الكنزيشت اذا كان الشارع مفتوح مثل اوتوبان او النفق وماكو اي اعاقة ماكو اي كورفة ماكو اي استدارة يعني الشارع عريض الشارع نظيف ماكو اشخاص هذي يكون الكنزيشت او ادوس الفرامل قبل الاستدارة ومنيشت سموشتن فاربان راند سوريش ووتشتن ووتشن ووتش هاي بمعنى انه اخفف قبل الاستدارة بحيث انه ما اطلع من الاوان زلق من الجانب الطريق ايش فار او خالب الزيشت واسير على الهالب الزيشت زي فارن هير مت ايران بيكا فيه مت بالشم بس عندها قفارن موصن زي انديزة كورفة ريشتن دا اقود ما كنت هنا انا شنو الخطر الموجود اللي لازم احسب الاحساب جيغن فاكر على صحيح قلاتس ايه بمعنى جليد جيغن سرب انزلاق مت اير هوتر شلويدر حضر الانزلاق خطر الانزلاق كبير بالانزلاق سوف ايه بس هيرين شكو قد سوف ايه افال ان الانزلاق انو اسنو رضي افالاني سوف ايه اخترنا اخبار الانجد امراع مع الاربي الانت أعني ما اشوف الجليد اسحاب وعندنا كورفة وعندنا جيجن فاكر قادم اش برمز اسوه لانجشتاك اب بس اش اوسريشن دي زيشت اف ديم جيجن فاكر اب انه اضغط المكابح بقوة لانه دا اقود بسرعة ستين الا ان تكون عندي واضح على الجيجن فاكر هالي داو صحيح الذى فارنا من الادورس فاكر زيشت او ها بودور قالن ذي ان كفار كفار دونك داو فوزكنقر فايمدن هاي معنى اقول بسرعة ستين كلمة كيف استطيع ان اخفف المخاطر على المشاطس عندما أخفف السرعة يعني أخفف المخاطر على المشاط على الشارع عندما أخفف السرعة وإذا كان لازم أو يجب أتوقف عندما أقود وانتبه على الشارع كل موجودين على الشارع خلصنا هذا الجزء أنا أحاول ما أطول الفيديو لأنه عندي مشاكل برافع سيتعطل أحاول ما أطول الفيديو 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 أطول الفيديو أطول الفيديو ونفت ليشت الفيديو يشف التالي هذا في هذه الموقع أطول الفيديو حبيل أو فى أحاول الفيديو أطول الفيديو أيها المدكة يعني هذه المدكة أطول الفيديو أطول الفيديو مع الضوء الخافط تعني We all control شنو ميستة او شنو فرقة على انه اسوقا عن انه اسوقا فقط بالضوء الناصي الخافض. ايش كان هندسون هندرنسا هندر كورفا بس ارى كان ايب معنى انه الاعاقات والعقبات الموجودة على الشارع شوف انه وضوح مثل الاججار مثل الحروانات مثل الصخور او الحجار ايش كان دين فعل او دير كورفا بسر ارى كانن ايب معنى انه مسير الاستدارة راح تكون واضحة امامي دير فارم اراند غير بسر ارى سكلو اشتهت ايب معنى انه كذلك المناطق الجانبية على جانب الطريق راح تكون الاضاءة بها واضحة او بوجبها جيدة هنا الاعجوبة صحة راسuge الاسدتợ هذا راح تابع بسعة بئس ارى ماغ طليل ، غيرون هناك المنطق الجحة و Cookie المترجم للقناة 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 لأنه لا يمكن أن تكون أعلى من المسافة الضوء السرعة ستكون أعلى من المسافة الضوء وكذلك إذا كانوا أشخاص أو أشياء موجودة على الشارع ما راح أشوف أنها بقت مبكر ناقلنا السرعة أعلى من المسافة الضوء كذا كجاب صحيح كيف راحل الصرف إذا كنت أقود بسرعة 20 كيلومتر بالساعة مع نفس السؤال أخفف السرعة وأقلل الضوء شبلين دابا بمعنى طفل عالو شغل الناصر وبدي بنفس الوقت أخفف للماذا يجب أن أخفف السرعة نفس الوقت اللي أخفف الأضاء بيعنا حولها من الأضاء العالي للأضاء الناصر ولكن لأنه لعاقات منشوف عشارة وكذلك إنه راح يكون سرعة خارج مسار روية أو طار روية لأن أخفف لأن أخفف لأن أخفف لأن أخفف ما أفضاء عالو شغل أخفف لأن أخفف لا تخلص أخفف لأن أخفف قبل اي بمعنى شنو لازم افحصه بالاضاءة انه اذا كانت مكسورة اذا انه اذا كانت عاطلة انه اذا كانت متسخة اذا انه كانت صال هالعمل اي بمعنى انه صال هاد العمل اذا كانت متسخات اي بمعنى انه بها مشاكل او اضرار اي بمعنى انه او اشارة بالعجلة المركبة اشارة الجهة اليسار او اليمين عاطلة كيف راح تصرف اطلع عيدة من الجامعة وابدي عشر على الاتجاه انا اذا ارداص اللي يسارة طلع اي بها عجله اليسارة واذا اردουν عجله اليمين project راح اطلع عيدي كذلك من الجهة اليسارة الحفرانها من فوق القمارة sof com اي بانه جه اليمين او فوق الثقف الثقف العجلة والمركبة فيها كذلك sol de المناسبة الثانية بحضر الان اشترك هذا بلينكتنج همدسشن إش عرفة دويه وكذلك البلينكت لازم أصلح إش فيديو ديفيكت بيانا بايدرنا كيستين تانكيش تلة وده فاق فيكيش تارطاوش اللازم انه بالتانك اشتلايه بمحطة الوقوت او بالورشة بدل الاشارة العاطلة بلين كرد ضوء هذا بالطبلون عندي اذا اشتغل هذا معناه احد الاضاعات عاطل العالي الناس والخلف الامام اللي بغيك شوف شنوه فهنا بحصل اضاعه بحصل اشتغل صفحة انه بغيك اشتغل صفحة عاطل اشتغل صفحة اشتغل صفحة بايران بك في لاجتا تسكرتور لاجتا اوف في فاير هل تنزيزش ايه معنى انه هذا البوع عادي اشتعل بساعدة كيف احصرف اختب رضاعت اف حصن باو وهذا الموت المحقق انا اقود مع الفاير اللي اشت انت جيغن فاكم شغل فاير اللي اشتا ادى اكسيون خلنشوف سال سيفارن هير مت ادفاس هوندرت كيمها بفاير هالتنزيزش ان ديزر سالسان انا هون اقود بسرعة 100 كيلو بالسرعة كيف راح اصرف راح اطفل عالي اشعال الناصي وبنسب الوقت اخفف السرعة ما تفضل العالي وشغال الناس ولكن بقي مشغل عالي. راح احرف نظر على الجهة دي منه. راح اخفف السرعة. واذا صابنا عاما موقعت ابطارة توقف. اشفر ونقع. دي فاقش فنتش كايت. اون كيبه فارنت زايشين اللي شتوبة. المعنى انها خفف السرعة وعشر له. بالاشارة الامامية. اللي شتوبة. دي شارة ضوائية عشر له بيها. احتمال يخفف احتمال. احتمال يقل اللظامات احتمال خليها الله اعلم. يش? عورن تيرا مش ام رشتن فاربان. رانت سنبايش بالانتير. رانت ليناء. يعني النظر مالتي. او اني. اثنا القيادة اظنن نظم نفسي الجهة اليمنى وقريب على هاذا الخط اذا نعميت بسببه بعدما بدرا يشوف يصمونا عمام وقت اتوقف على الخطوط لا نقود ان بيها توقف توقف قليل الان نترجع للغاية زي فارن متعرن بي كافي فو فردن زي هير دي فارش بور فالن ارمان هدا يقود معي ساعة بي كافي بيها مكان راح اسير هنا انا 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 اخ في لايشت وين راح اسير هنا انا الجانب العيمن راست نعمنو نشبون خفيف شبون ان انه انا 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 بان mug الخط او الخطوط زي فرمت ارم بك في في فرها التنزيزيش فين اكبر بلان او فترفت يعني اذا صار انزلاق اكبر بلان انزلاق كيف راح التصرف يقال للقاس اشيريج لمدرسة الوقود وبنفس الوقت او سكوب ونعمل ضغط على التبراج او الكليتش خفف السرعة لازم اخرف السرعة لانه راح تنزل تنزلق العاجلة المركبة رفقة السرطة عليها نكمل حلقة من هذا اليوم نعم نحن عربة طريقة نحن ان شاء الله وزي فرمت ارم بك في فرشة بلوشترين دوفن بتصمي بوائسة موسم جي بايت تاك لشه عنج بايت تاك تاك سليشت عنش هالتن هاي بمعنى نهده اقود السيارته بوقت الناهار شنو الاضال لاستطيع استخدمها استطيع سير مع التابليشت يعني ضو النهار اذا كنت معذي الوائد الاخر سيشت بهندرون كيبينيست اذا كانت يعني المستخدم الاخر للطريق او الشارع معذيهم او عاضرهم استطيع استخدرناه استطيع مع الضوء الخافر كذلك القيادة ثانها اش داف متفير الليشت فارن وان كانت زيشت بهندرون كيبينيست كذلك اقدر او استطيع القيادة مع الضوء العالي او القوي اذا كنت معذي الواحد بالشارع بكران زيشت لا بكران زيشت فقط في حالاتك ركن المركبة استخدمها او اذا كانت لضاعها طلعادي لماذا مهم انه كذلك بالنهار مع اقود سعره ومشغل لايكس او لضاعه واندر فركرستالنمر من فارزوغ فره فره اركنكن من المعنى انه ساق المركبات الاخرين او مستخدم الشارع الاخرين استطيعن انه ساق المركبات الاخرين واندر فره او مباكرا واندر فره او مستخدم الشارع الاخرين واندر فره او مستخدم الشارع الاخرين كاكرا لانه اناه استطيع انه انته بيتBS او اشوف السعرات المركبات الاخريات القادمات بالاتجاه المعاكس اذا كان مشاوين الضوء نين ثلاثة ثلاثة نجا صح جا صح. او 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 اسف فرانة تراثة في الشب لوشترن دوفن زي ان شلطن. فري لانت تراثة سرعة ميت كيلومتر بالساعة يعني استطيع مع الفرن ليشت فارن مع الضوء العالي لكن هنا نعدنا ضباب و جليد. إذا شغلت الضوء العالي راح تنعدم رؤية عدة لأنه الضوء راح يصطدم بالضباب والجليد راح يأكس على عيوني فما راح أشوف فالسوق هنا بها المكان أو بهاي الحالة والوضع من خلال أبربلينتليشت ونيبلليشت فقط أباً أبربلينتليشت لم يكن أباً أبربلينتليشت لا أبربلينتليشت قلنا لأنه الآن راح نعمل بايل هير مت أبربلينت ونيبلليشت تيف عربان أم بستن أوس كلوشتت فيرد أي بمعنى أنه لإضاءة الطريق بالأبربلينتليشت الضوء الخافيت والنيبلليشت راح تكون إضاءة الطريق واضحة معنى علاقة بالشتوم فايل إيش مش مت ديم فيرلس البست بلندن فوردة أي معنى أنه الآن نفسي راح نعمل بسبب الفايل إيش لانكنا راح ينعكس الإشعاء والضور راح نعكس عليه ها ما علينا بالشنيبان كده زي فارن أوف آينا فرايلانت شتراسة مصن زي هير شان وورفة أودي لوشتة إن شاء لتنيب معنى أنه شان وورفة ولوشتة هو كل الأضاءة نعم إنه لا يقود هنا أوف آينا شتراسة نعم إنه لا يقود هناك لا يقود هناك نعم إنه لا يقود هناك نعم إنه لا يقود هناك نعم إنه لا يقود هناك نعم الآن نعم الآن أحنا طبعا نعم الآن او طقتين المفتاح به مثل ما اسمه امامي وامامه وخلفي فالبالعيام العادين شغل الامامي لكن ذا كان طباب قوي نشغل امامه وخلفي نيبل شلوس لشت يعني هذا امامه وخلفي بمعنى امامه وخلفي ما طول انا اللي قادم من الخلف سعر القادم من الخلف او سعر المكره الخلفي ما راحين عمي استخدمه جيفار هير متعدفاس 100 كيلومتر جيفار هالتنزيزي من ديستراسيون عندها قد هنا بسرعة 100 كيلومتر بساعة كيف راح تصرف راح اقلل السرعة راح اطفل اقلل السرعة بنفس الوقت اقلل الاضاء نفس الاسئلة السابقة نفس الاسئلة السرعة وشي بلنده اب ونبتنك لالتسايتك تسو برامزين ايه معنى نرى قلل الاضاء بنفس الوقت اخذ للسرعة بلنده 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 مالك يجب ان اخفف السرعة لكن سوف اخفف الاضحار بعد سنضيقش فنتش كارت فور دي انكسي هنشتركت سوفو خزين كونتا بمعنى انه السرعة راح تكون عالية لهاي القطعة او لهاذي المسافة اللي هي الاستدارة راح تكون عالية جدا فراح اطلع من الطريق وران كونن سي فرندة دي اغفار اركن تس انا بلنكر اغفار سور ديفيكت جووردن است معنى انه خلال القيادة شلو نعرف انه ال احد الاشارات الجانبية اللي سار او اليمين اطلع كيف راح اغفر الاشارة تلمض مرة واحدة بالثانية فاذا كانت اسرع من مرة بالثانية يعنى مرتين او اطلع اثر او اقل من مرة بالثانية فبهاي الحالة راح اعرف انه احد الاشارات الجانبية اطلع يعني خلال القيادة عرفت او حسيت انه احد الاشارات عاطلة كيف راح الصرف قلنا بسؤال سابق انه امدا ايدي واستخدم الاشارات اليدوية كذلك حاول اصلح الاشارات باقرب قد ممكن بالورشة ما حطه تبديل الوقود يعني بموغلش بهيب اللازن ايب معنا انه بهيب يعني ارفع او اشيل انه العاطل ابد لبقى قربقت ممكن بستر بلنكا ادفح الاشيابة نأتي رواسي ا subtر بشأن ادفح ايدي ليست brASS زي فارل متأتفاس اخسك كامها متفير الليشت في فير هالتنزيلزيش يعني ده اقود هنا بسرعة 80 كيلومتر بساعة كيف راح تصرف طعن معظر العالي اقود متفير الليشت اطف الضوء راح اخفر في السرعة لان عندي هنا اجي قنفكر اسرعة لان قنفكر اخفر وان اخفر وان اخفر الان عندي هنا بسرعة اخفر لا الاري اعطف الضوء عليه واشارل الناسي والسلوى قوة اخفر اخفر الازرع زي فعل متدفص اخسا كامها متشاري لجد فان بلندن زي هير اب يعني دا قوت بسرعة ثمين كيلو متر بالساعة مع الضوء العالي متر بتطفي الضوء العالي وشارل الناصي مش داخدين يعني حالة ما احس انه قاني دا اعمي المقابل يعني دا ناصي اعمي من دا قيغن فالكير زي هير ليش ابو بلندن اي بمعنى انه عندما المقابل عالي عندما يخفف الضوء عبو بلندن يخفف الضوء كذلك انه خفيف سي فارن ميت ارم ميرشبرون كرات فارزيوك في فرحالة نزيد سيش فنزيتي نيبل زونة امتال ارائشن ارمال انه هدا اقودا بمركبتي ماريش بورك يعني اربع عجلات كيف راح تصرف اذا وصلت لمنطقة الضباب منطقة الضباب هادي هنا سلطة هذا المنطقة الضباب منطقة الضباب منطقة الضباب منطقة الضباب اشفارة على الحالب سيشت لنشار قليل إيش باسه من فاقشفينيش كيات دي شالده دي شيشتان يعني ناسب سوائتي دي شليكت يعني ناس بسرعة حسب مدى السوء اللي رؤية هاي اشفره اوف خالف زيشتا يشكن بيه اشيلا اشكي طلع محله لانا ما عادي ناس منطقة جبلية ما بيعي ناس فلش وشارع بيق اقل مكلاده ناس كلمتر بس شارع خارجي سي فارمت ارم ميرشبهر كافت فارزيو كفور اوف موسن سي بسون در اخدن فن سي فارنده در فارد نيبل ورد يعني دا اقود سيارتي او مركبتي السالون او الشاحنة شنو لازم انتبهلي اذا كنت اقود اذا وصلت لمنطقة نيبل يعني ضباب اذا كنت اقود خلف مركبه اخرا حالة اخل مسافت امان اكبر من المعتاد ايش موس بايدر والا در فاقشفندشكت دي انجشاند زيشت بايد وم دي فراندر تن فاربان فرحالدنسة يعني اناسب سرعتي حسب الرؤية الاندي وحسب الشارع او طرق ايش شالد او بلند ليشت نيبل ليشت او بايدس اينا يعني شغل الله الناصي او ضباب او اثنان الاثنان معنا كله هما معنا ستة سيلة ونخلصها الحلقة ان شاء الله يعني اذا خلال الظلام يعني بالمساء عندي الاب بلند الضوء الناس يعطل كيف راح اصرف من دست بقرنزليشت نوخ لويشتت عندنا البقرنزليشت يعني الحدود السيارة اضعت حدود السيارة اذا ان السيارة اه اضعت عربعة صغار يكون بالامام بالخلف اثنين بالامام اثنين بالخلف اذا كان اني اشتغلن اشغلهن الى انا اصلح ناكست امور الشكايت انه امكانية ممكن او امكانية تالي انه ان المصابح العطل يشيلن امكانية مصابح العطل يستطيع ان اشغل ناكست امور الشكايت امكانية مصابح العطل يستطيع ان اشغل ناكست امور الشكايت نه يجب نسه اهد بي دنكلا تفضل أببلاد لشترس بكوز أسفارم دفعون تفضل أببلاد لشترس بكوز أبلاد لشترس بكوز أسفارم ولماذا أستطيع استخدام برنزل لشت وقودا بهاي الإضاءة لأن هي إضاءة خفيفة لأن الساعة راح تكون معروفة من المستخدم إشاء الأخرين المستخدم إشاء الأخرين يمكن أن يعرفون سارة كم العرض مالته يعني هل هي دراجة؟ يعني إذا أمشي بي أبلند واحد يعني بإضاءة واحدة خفيفة إحتمال يتوقع أنها هاي دراجة يعني راح يجي من الخلف على أنها دراجة يخلي متر ونص أبوشتان ساعة أبوشتان دادي طبية سيارة مترينة صار حادث أنه حدود مركبته عرضه دائماً معروف بغير إضاء لأنه والمان بكافي نوخ إما فور اندر فكر ستايل نيمر أركن ضغفارة بين إيش أنهالت إنه دار كانت المركة مالتي دائماً تكون ساعة تواضح ونبينه معروفة من قبل مستخدمين الطريق الآخرين والمان بكافي نوخ إما أركنن كونن تس أين ميرش برون كرافت فاربزوغ انتجيقن كمت أبما أنه المستخدم للطريق الآخرين استطيعون دائماً إذا كانوهم ولاتجاه المعاكس يعرفون إنه السيارة القادمة باتجاههم هي ميرش بر يعني سيارة كبيرة تحتها على أربع عجلات مثل ما قلنا موداً راجعوا بايسيكل أو من هذا الشي الساعة راح تكون والحة الساعة في الهربية الساعة بديل أرام عجل حماية مستخدمين فقط أو هاتي الابند و بلغي و هاتي المستهر، دوري أن أعطبين الزڭين على هذا الحدود الذي ينتهي للا عبر يحري لا أستطيع العامة على هذا المعانات على أستطيع التواصل التطور فقط لا أتشار مصدر للحظة في التطور للا معضى فاردسوك أبكشتلت إست نعم إذا ركنت عجلته طبعاً بـ الـ بـ ما رح يأذل البطارية هذا الشغل الليل كليه ظل يشتغل ما رح يعني يضعف البطارية ويأثر عليها ويعطلها عاد ما يأخذ كثير كهربا مطار ومشغل ضوء عالي وعندي كفير لش عندي منطقة عبو حيوانات زيفان هير متعلم بكيفي عندها بنتس أب بلينتليشت أنك شالتت بجفير هالتنزيل زيش إندي زي ستواتس يعني أنه أنا شغلت ضوء الناس بهذا المكان وكيف راح أصرف بهذا الوضع ها سرعة جهلي من المشارع ايش فاره هورستين سو شنال دس إيش إنا هالب در لشت بايت مينيس أبل بلند لشت انهالتن كن أي معنى نارقودن بسرعة اللي تسمحني أو تسمحلي وليس تسمحني اللي تسمحلي خلال مجال الرؤية يعني يعني أقود خلال مجال الرؤية فقط وكذلك النظر مالتي أركزه على الجانب الطريقة الأيميلية لأنه هذا مشغل عالي في احتمال يعميني إذا ظلت مركز بهذا اللايت راح طبعا المركبة دائما تقود نظر السارق يعني انتدت سوق بصور مستقيمة يجيك واحد من الجانب اللي يصر عند اللايت أو أي شي إذا ظلت منتبهها أوتوماتيكيا المركبة راح تنحرف على الجانب اللي يصر راح يصر حادث فأحنا نظرنا الرؤية على الجانب العامة من الطريقة من الأجل الأولى أنه ما ننعمل ثانيا السرارة علشان ما تخرج أو من أجل أنه ما تخرج من مسارها يصرية اعنوا كتأخير أنت هذا أب بلند ليشت انكشالت تفوران أوردنير زي عرب بيك فرهالتنا أمريشتن فارباً يعني هني دا قد سيارتي وشغلت اللوع الناصري ليش لازم أركز نظرية على الجانب العلم للشعر لأنه هنا أنا منطقة عبور حيوانات فلازم نشوف غزالة أو شي ننتبه له يعني إذا شفناه وثاني قلنا عرض ما ننعمي دامت يشترش داخل تفوريز ديك jotka انه ليشتوني في بلادρίه بسبب الفل العليل جيجنفرية دامت يشترش جدا مجتنا فارباً بساركين يعننا بتغي بيك فلازم شوني نشوفهم والاستسروف ضايد سوف اربان متر كومن كنت لانا وقلنا ان نحرف بالمساعة غايش راحة مساعة هذا للا تمركز هنا انا راح انحرف عن المساعة واللي جوت خلصنا درسنا لهذه الساعة اتمنى لكم متابعة طيبة ومشاهدة حسنة واتمنى ان افتهمتوا كل شي واتمنى انوا عيسوا على عدكم كتبوا لي في صندوق التعليقات ولا تنسونا من مشاركاتكم واعجاباتكم وتعليقاتكم اترفع روح المعنوية ولا تنسونا من خالص الدعاء ولا تنسو مشاركات الفيديو لانه لدال على الخير كفاعلة لكم جزيلا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته